اشتركوا في القناة وفرق كبير جدا بأن إرادة ربنا ومشيئته أن يشفي وبين أن يكون مصراته أن يصحق فطبعا الترجمة الإبطية هي الأدق ودي إحنا الإراءة اللي إحنا بنقراها يوم الجمعة العظيمة في الساعة السادسة فإرادة الله ومشيئة الله دايما للإنسان هي الشفاء مش الصحق هو أنه يشفي الإنسان زي ما تقال عن المسيح للمجد وكان يجول يصنع إيه خيرا فكان دايما بيقدم الخير والمحبة لكل الناس حتى للأعداء نشوف ليلة مثلا الصليف بستنجة ثيماني لما نلاحظ مثلا في متة 26 لما عبد الرئيس الكهنة بطرس أطع مد السيف وأطع ودانه وبعدين المسيح للمجد راح رد الودان مكانها تانية وده ببنينا محبة ربنا ومشيئته دايما لكل إنسان حتى للأعداء اللي جاين يقبضوا عليه برضو عاوز يشفي الكل وبرضو ما بنشوف في يحنى 9 قصة المولود أعمى لما كان التلميذ مشغولين أهذا أخطأ أم أبواه يعني قال له ما تجري جوالكم بالأسباب ومن الخطيئة فين ومن السبب إحنا دلوقتي في العلاج إحنا دلوقتي الإنسان ده محتاج معه ومحتاج مساعدة وقال كلمة جميلة آية جميلة أوي ما دمت في العالم فأنا نور العالم ودي حاجة رسالة لنا كلنا إن إحنا تكون مشيئتنا برضو إحنا كمان إن إحنا نشفي مش نشفي يعني الأمراض الجسدية لكن نشفي الناس من القلق والاضطراب والخوف رسالتنا دايما تكون إن إحنا بننشر السلام والمحبة والرجاء ونعطي رجاء لكل إنسان وهو ده الشفاء الجميل أوي اللي فيه نصفوس كتير جدا في العالم محتاجاه يعني مرضى النفس والروح في العالم أكتر بكتير جدا من مرضى الجسد فيبختك يا بختك لو كنت ليك نفس قصد الله ومشيئة الله زي ما تقال عنه في أشعية 53 آية 10 وأما الرب فشاء بأن يشفيه من الكلوم طبعا المقصود هنا الرب هنا الآب ويشفيه هنا الابن مصرة الآب أن يشفي الابن من الكلوم هو مقصود بيها فيه جراحات الصليب وألام الصليب مش معناها إن المسيح ما خدش ألام كاملة لا طبعا خدش ألام كاملة لكن الشفاء هنا مقصود بيها عبوره للقيامة الشفاء الكامل للبشرية كلها في شخص المسيح المسيح كان شاهلنا كلنا يحملنا زي ما قال القديس السناس الرسولي كان يحملنا في جسديه الخاص فهنا الشفاء من الألام معناها العبور بالبشرية من الموت والهلاك إلى الخلاص وزي ما المسيح في الصليب للمجد حرر كل المسبيين في الجحيم ونقالهم للفردوس فآية جميلة قوي في أشعية 53 آية 10 وأما الرب فشاء في أن يشفيه من الكلوم لإلهنا كل مجد كرم الأبد أمين بقضاء